لم تبقي إيران على التزاماتها في الاتفاق النووي كما كانت عليه ولم تنسحب منه كذلك معادلة جديدة تحاول طهران إرساءها للضغط على الأوروبيين لتنفيذ تعهداتهم والوقوف في وجه الضغوط الأمريكية على إيران بوضوح وجه الرئيس روحاني رسائله إلى الدول الأعضاء في الاتفاق النووي إما أن تكون نتيجة الاتفاق رابح رابح أو خاسر خاسر ولا شيء آخر تحذير إيراني بعد صبر استراتيجي كما وصفه روحاني سيأتي ضمن خطوات تصعودية سنوقف بيع مخزوننا من اليورانيوم المخصب والماء الثقيل وسنعطي مهلة ستين يوما للآخرين كي يقوموا بالتزاماتهم وإذا لم يفعلوا سنرفع مستوى التخصيب وسنتخذ قرارات بشأن مفاعل أراك وإذا لم نصل إلى نتيجة أيضا سنتخذ خطوات أخرى تحاول إيران الضغط للحصول على ضمنات عملية أوروبية لتخفيف وطأة العقوبات الأمريكية وفي الوقت نفسه تسعى إلى إبقاء الملف النووي خارج دائرة مجلس الأمن مستندة إلى المادتين 26 و36 من الاتفاق النووي التي تخولانها القيام بهذه الإجراءات الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها أمريكا تمس بجزء من حقوقنا في الاتفاق النووي كبيع اليورانيوم المخصب والماء الثقيل وعدم ملء الفراغ الذي خلفه انسحاب أمريكا من الاتفاق من الدول المعنية ولسيما الاتحاد الأوروبي أجبر إيران على اتخاذ هذه الخطوة إلى جانب التصعيد ردا على المماطلة الأوروبية أرسلت إيران مؤشرات إيجابية حول استعدادها للتفاوض مجددا على آليات تنفيذ بنود الاتفاق مؤشر آخر على عدم رغبتها بالانسحاب منها تتزامن هذه الإجراءات الإيرانية مع التهديدات الأمريكية وإرسال حاملة طائرات وقاذفات استراتيجية تصعيد سياسي ونوي وعسكري قد لا يؤشر بانفراج في الأفق القريب رغم أن الطرفين يسب عيدان الحرب من حمرية طهران الميادين